يبدو أن الوضع السياسي للمنطقة والحروب الطاحنة التي أهلكت الحرثة والنسلة أثرت بشكل واضح على قطاع شحن البرية خاصة خط الشحن الرابط بين المشرق العربي ودول الخليج إغلاق المعابر المختلفة أمام حركة السلعة والبضائع خاصة الغذائية والزراعية كما هو الحال لمعبري نصيب والوليد الرابطين بين لبنان ودول الخليج عبر سوريا مرورا بالأردن والعراق عمق من خسائر المزارعين والمصدرين ورفع كلفة التأمين على البضائع إلى مستويات خيالية خاصة تلك القابلة للتلف أكيد في صعوبات وأغلب الأحيان حتى مش كل الأحيان بتحصل أنه سائقين بتفرض عليهم أن يوصلوا على سوريا يعني مش مستعدي غامر بحياته مهمة كان الثمن وأكيد هذا الشيء أدى أنه لارتفاع أسعار أدى لا يعني حتى نوش في أغلب شركات التأمين يعني مش عم بتغطي مثلا حتى لو كان عندك حمل على سوريا وتشير دعاء المخطر في المنطقة أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن البرية حيث تضعفت النسبة بين عامي 2011 و2015 وهو ما أدى إلى زيادة أسعار التأمين وارتفاع بدلات سائقية الشاحنات وكلفة الشحن الإجمالية ففي عام 2012 ارتفعت كلفة الشحن البرية إلى دول الخليج بنسبة 28.5% أي من 3500 دولار خلال 2011 إلى 4500 دولار خلال 2012 ثم ازدادت الكلفة عام 2013 بنسبة 37.7% لتبلغ 6200 دولار ثم زادت عام 2014 بنسبة 4.7% لتصل قيمتها قبل إقفال المعابر البرية في مطلع 2015 إلى 6507 دولارات كمعدل وسطي لكل شحنة الحدود مسكرة مغلقة بسبب الحرب ومن مدة كمانية صارت أزيت من أول الحين كانت البضاعة تيجي من تركيا وتيجي من لبنان والبضاعة تيجي تقريبا 4-5 أيام برش طاجة لا بأس فيها يعني والأسعار تبعها مقبولة وجيدة ولكن الحرب أو الحدود المغلقة هي سبب تعوق البضاعة وشحنها بالبحر وشحنها عن طريق الطائرة وأمام هذا الوضع قد تضطر الدول المحاذية لسوريا إلى اللجوء إلى خيارات مكلفة أيضا لدعم التصدير إلى الخليج لتتحمل ميزانيات هذه الدول فرق الأسعار في الكلفة بين النقل البري والبحرية وذلك بكلفة تبلغ 3.2 مليون دولار شهريا كما هو الحال بلبنان مثلا في ذل التحديات الأمنية راهنة التي تعيق قطاع شحن البريء الرابط بين سوريا ولبنان والخليج العربية تتجه الأنظار أكثر فأكثر إلى الاعتماد على الشحن الجوي والبحرية رغم التكلفة العالية عبدالله بخوس ينبيس عربية دبي